التمكين الاقتصادي للمرأة ناتج لهذه المشروعات هو ده السبب اللي دخلني في الموضوع ده ما أنا كنت في جماعية تحسين الساحة وعمالها أغير القوانين وأقول لا ونغير الدستور ولأ ونعمل ونسوي ونجيب حقول للمرأة وكل الكلام ده ولقيتها وعملنا قانون الخلع سنة 2000 ولقيتها هي مش بتقدر يعني تبقى هي بتعاني وبتشتغل وياخد فلوسها وما يصرفش على الولاد ولا على البيت ولا هي قادرة تفتح بقها ليه لأنه مش ممكن اقتصادية لأنه هو لو سابها مش هتعرف تأكل ولادها ولا توديهم المدارس ولا تعليقهم لما بتتمكن بيبقى فيه تمكين اقتصادي بتحمي ولادها من الضرب وبتقف قدام العنف وبتطلب الطلاق وهي بتربي عيالها بما يرضي الله فده اللي خلاني ادور على سكة التمويل المتناسب صغر يعني الواحد بتعلم بالتجربة وده الحياة اللي هيخليني برضو اعود لسؤال يعني لابد ان انا اوصل له ويعني حنتذكر انه كان هناك مداخلة تليفزيونية لسياد الرئيس سيسي في فترة مفيش من ايام بسيطة واتكلم فيها عن قانون الاحوال الشخصية الجديد المزمع ان يعني ان يصدر والحقيقة اكد انه سيضمن ان يكون مشروعا عادلا ومتوازنا كلامه طبعا دايما بيسعدني جدا لانه وبيسعد كل مرأة مصرية هو دايما يقول يا جماعة انا مش منحاز للمرأة انا منحاز للعدالة انه يبقى فيه انصاف انه يبقى فيه قوانين متوازنة وهي انا شايف انها في اوضاع كتير بتتظلم فطبعا لازم مسؤول ان انا ارفع هذا الظلم وانحنا في منتهى الامل والتفاؤل ان ده يحصل القانون اللي انت شفتيه فيه فاتن امال حربي ايوه القانون ده كان كمان بيتطبق لما بترفع طلاق يعني لما درية انا بقولك فاتن امال حربي هي الابنة الشرعية لدرية عزمي في اريدو حل اللي هي فاتن حمامة فانتي بتتكلمي فاتن حمامة قعدت 13 او 14 سنة في فيلم اريدو حل بتطلب الطلاق للضرر ومش راضين يطلقوها ولو تفتكروا اخر مشهد في الفيلم فانتي بتتكلمي علي فاحنا ركزنا في قانون الخلق انه نعمل الخلق فيبقى في الحالة بتاعت فاتن حمامة دي حلي بالك انا كنت في دماغي عايزة حل القضاءة فاتن حمامة عملنا لها الخلق درية عزمي عمل ورجاء حسين اللي مكادش عارفة تاخد النفقة واضطرت تروح للخطيقة شان تربي عيالها عملنا صندوق النفقة وبنك ناصر والتأمين على الأسرة يعني كل قضية من دول حاولنا نحلها وامينا رز عملنا لها في قانون الخلق برضو انه نفقة المتعة وحطينا التأمين على الأسرة عشان يبقى هي واحدة زي دي يبقى عندها الحق في انها تستفيد ولو اني التسمية هنا الحقيقة الواحد يعترض عليها كلمة نفقة المتعة انا ما بحب عشان كده مش مفروض في قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي احنا بنستنىه يحط لنا الألفاظ ويقولوا أصل دي الفقهاء كانوا بيقولوا يا جماعة الفقهاء مش عايشين معنا في عشرين اتنين وعشرين يعني أستاذة مونة هنا بقت برضو بتخليني أسأل سؤال مهم هو كلما أصدرنا قانونا لابد أن نعود به إلى الفقهاء لا مش مفروض نرجع للفقهاء احنا كل اللي مطلوب من الجهات اللي بنراجع معها إنها تتأكد أننا لا نخالف مبادئ الشريعة الاستماعية يعني عارفة المبادئ دي ايه؟ يعني النظام العام يعني القواعد اللي لايجوز مخالفتها لايجوز ودي قواعد قليلة جدا لأنها هي زي ما بنتكلم نقول لآيات المحكمات النظام العام بنتكلم على قاعدة في القانون لايجوز مخالفتها ده اسمه النظام العام بتاعدها طب القاعدة في الشريعة العدل النظام العام في مبادئ الشريعة هو اللي لايجوز مخالفتها مش ممكن يبقى حاجة فيها عدالة وفيها مصلحة المجتمع إلا لو إلا تكون الشريعة بحالها معاها صحيح كل حتة فيها المصلحة العامة فثم تشارع الله يعني المصلحة كده يعني الدين عدل عدل وإنصاف وبيحقق المصلحة العامة فإحنا بنتكلم هنا على مبادئ أولا الإجراءات والتقادي ملاش دعوة خالص بالشريعة دي تنظيم مدني لقواعد المحكمات والقضاء فأول حاجة عوزينها عشان نحل لمشكلة فاتن أمل حربي واللي زيها وهم ملايين هو زي ما عملنا لدرية عزمة إحنا عملنا إيه لدرية عزمة إحنا قلنا قضية الطلاق أول ما تترفع أي قضية تتعلق بهذا الزواج اللي إحنا عايزين الست بتطلب الطلاق منه تنضم ليها ويصدر حكم واحد إحنا عملنا كده في قانون الخر فهو اللي حصل إنه دلوقتي بقوا بيلاقوا طرق عشان يوقعوا الزوجة أو المطلقة في الورطة بتاعة دواخين يا لامونة دي تاني عملوا إيه يروح مطلقها أول ما يطلقها القانون بيقول إيه بيقول القضايا النفقة والتعليم والعلاج ومش عارف إيه كل دول ينضموا لقضية الطلاق ويطلع فيهم حكم واحد ده اللي بيقولوا عندنا قانون الخر فلو هو طلقها ما بقاش في قضية الطلاق اللي ينضم لها كل دول فيبقى كل واحدة تمشي في سكتة وارجعنا تاني دواخين يا لامونة إيبقى إحنا لازم أول حاجة إننا نغير قانون الإجراءات ونحدثه نتيجة للتجربة اللي تعلمناها من سنة 2000 لحد دلوقتي فات 22 سنة عرفنا إيه الصغرات وإيه العيوب اللي موجودة في قانون الإجراءات نصلحها مش بس كده إحنا كمان نأثر السكك يعني في إحنا ما جينا عملنا قانون محكمة الاقتصادية عشان يناسب الأنشطة الاقتصادية اللي وطيرتها سريعة فعملنا إيه حطنا لها قواعد إجرائية سريعة عشان كده كل الناس تقول لي يا سلام المحكمة الاقتصادية دي هيلة ليه هيلة عشان القانون بتاعها تعمل بشكل مختلف مخالف لكل القواعد اللي موجودة عملنا له أولا اختصاص واسع سنين إجراءات ذاتة كفاءة وسريعة ودرجات للتقاضي ذاتة كفاءة وسريعة كده فعايزين هو يعني النشط الاقتصادي يعني له أهمية فعملنا له كده طبعا الأسرة المصرية برضو لها على الأقل نفس الأهمية يمعنا نعمل لها كده نديها إجراءات سريعة وكفة ونضم كل الأضايا سواء قبل الطلاق أو بعد الطلاق ترجمة نانسي قنع